كلمات جميلة تخاطب الروح والنفس البشرية التي لا يليق بها إلا الصفاء والنقاء وراحة البال والطمأنينة والقناعة الكاملة التي لا يشوبها أي شائبة بعضنا فهم الحياة من مبدأ الشهوة ولذة ونوازع نفسية والبحث عن الرغبات النفسية الداخلية فكان عبدا للشهوات وعبدا لرغبات ونوازع النفس والبعض الآخر فهم الحياة أنها بحث عن السلطة والقوة والمجد والبحث عن التسلط على رقاب الخلق والبطش بهم فكان عبدا للسلطة وعبدا للمجد والبعض الآخر فهم الحياة أنها مجرد كآبة وسوداوية وألم وظلمة ومرض وفقر فكان عبدا للألم وعبدا للمزاخستية وعبدا للدراما لأنه دائما ما يصور الأشياء من مبدأ حزن لماذا يا رب؟ لماذا أيها الناس؟ لماذا هذه هي حياتي؟ لكنه لا يبحث عن التغيير والبعض الآخر اختار لنفسه أن يكون مجرد شخص لا قيم له على سلم الزمن لا يؤثر ولا يتأثر مجرد شخص متفرج أو شخص تابع للآخرين فهو لا قيم له في سلم الزمن ولا في سلم الحالات الاجتماعية أو سلم الرياضة ما بين الناس والبعض الآخر فهم الحياة أنها حلاوة وجمالية وصفاء ونقاء فكان ذروح نفسية وبشرية راقية جدا لدرجة أنه يوزع لابتسام ما بين الناس ويوزع الإيجابية ما بين الناس وأنه مجرد نور يمشي ما بين الناس فهذا النور مشرق ويضيء الجانب الذي يكون موجودا فيه إذا أحسست يوما بأن الشيطان لا يعترض طريقك فاعلم أنك في طريق الشيطان وأن الشيطان لا يريد أن يبذل جهدا معك لأنك في طريق الشيطان وإذا أحسست أن الابتلاءات والمصائب تأتي إليك فرادة ومجموعات فاعلم أنك في طريق الحق وطريق الحق لا يليق إلا بالنفس البشرية التي تبحث دوما عن التجديد والتطور والإيجابية والبحث عن تغيير الحياة من السوداوية إلى الإيجابية من السوداوية إلى النور المشرق فاختاروا دوما لأنفسكم أي الحياة تريدون أو ترغبون أن تكونوا من ضمنها طريق السوداوية والملذات والشهوات والبطش بالبشر عن طريق الإيجابية والإصلاح ما بين الناس والبحث عن الحب والرقي البشري الإنساني الصافي أتمنى لكم الصحة والعافية وراحة البال والسلام عليكم